ضروري نعرج على تاريخ وسبب وجود هذا المشروع هذا المشروع بدأ عام 1983 كمكافأة أمريكية إلى التعاون النظام الأردني مع نظام صدام حسين في حرب ضد الجمهورية الإسلامية الأمريكان سياستهم دائما يكافؤون أصدقائهم قسم يسميهم عملائهم يكافؤون من جيب غيرهم ففعلاً سياسة عامة هذه فبراسة العراقية ينفعون الأردن الأردن لا يزال صديق إذا مرد نقول غير كلمة إلى الأمريكان فالأمريكان ينفعون من الفلوس العراقي البصرة مثل ما تفضل الأخ نفس 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 أقليم كودستان ولكن الميزانية مال البصرة بالمقياس الحقيقي أقليم كودستان ميزانية 22 مرة بضعف ميزانية البصرة فأرقام مخيفة فهذا تاريخه بدأت 2013 في زمن الأخ نوري المالكي بدأوا يحاولون يحركوا لهذا المشروع فكان المفوض أن يبدأ التنفيذ بشهر الـ 12 عام 2013 أنا سويت لقاء أقولها بكل تواضع أنا والدكتور فاضل الشلبي رضوان الله علي هذا من عباقرة الاقتصاد النفط العراقي عام 2013 في لندن حول هذا الموضوع واشرحت أنا بالخريطة واذكرت بأن هذا فضيحة كبرى الكلفة الحقيقية لهذا المشروع هو 3000 مليون فقط 3 مليارات وقارنته بمشروع مشابه إلى أحقد من عنده تكنولوجيا بين أذربيجان وبين جهان ميناء جهان التركي عام 1700 كيلومتر بزاكة مو بالصحراء هذا مارتنا بالصحراء سهل المشروع الأذربيجاني 1200 عائق مائي يصعد حوالي 120 عائق سكاني ويصعد إلى جبال تركيا اللي هي 2800 متر كل هذا يكلف 3.9 بالعشر من المليار ما يكلف أربع مليارات المفروض هو يكلف أضعاف مضاعفة للمشروع العراقي أقل شي ضعف من الناحية لأن هذا البايف لازم يكون متفون في الأرض لما أنت تعبرين مناطق جبلية صخرية دفن البايف ليس بعملية سهلة فهذا يطيش فكرة سريعة أن هذا المشروع فضيحة وأنا قلت بالتلفزيون بوقتها قلت يا رئيس الوزراء يا وزير النفط يا مرجعية يا شعب العراق هذه فضيحة كبرى بها سرقة واضحة بيقبص 11 مليار دولار 3 يكفي إذا كفت 3 الآن طبعا 3 صارت 28 مليار أخواني نعم الحكومة الحالية عدها علم أنه هذا المشروع هو عبارة عن ملف فساد بالعراق الذي هو موجود يعني الحكومة الحالية عدها علم أنه هذا المشروع هو عبارة عن ملف فساد كل سؤال رحم الله والدي إنتي تدرين لازم نجح الفساد الإداري الخطير وزير المالية اللي هو متبني المشروع دكتور ما هي المشكلة هي الحكومة حكومة تصريف أعمال هاي وحدة هاي وحدة حسنتي تصريف أعمال ما يحق لأتخذ شبه مشروع ستراتيجي بهذه الأرقام الخيالية هذا كلام صحيح بس الأسوأ من هذا بعد أنه رئيس الوزراء اللي متبني الموضوع حسب ما قالت 22 قضية فساد في لجنة النزاهة هذه الفضيحة الكبرى الرئيسية أنتوا تجيبون واحد عليها 28 قضية فساد وتخلوه وزير وزير النفط وتسلم ومو بس هذا هسأتوا مشاريع كثيرة سنسوها إرادة لحلقات على الغاز على البنزين يعني وزير النفط الحالي عليها 28 ملف فساد الثمانية الأخد زهرة البتشاري النائب في البرلمان نعم عن البصرة قالت 68 ملف الأخد عالياً صيف ملف يعني علياً 68 تهمة خطيرة الأخد عالياً صيف هذه النائبة الشجاعة الصريحة قالت علياً 38 قضية فساد واضحة نعم وآخرين يعني شغلة شوناً نقول شائعة شوناً تجيبون هيتش واحد وتخلوه وعني هنا نقطة سياسية اسمحيني وين راحت موجودة حالية لو راحت لا بعدها بعدها تنتظر مجمديها تنتظر شنو يعني لحد اليوم يعني أه شو تنتظر لحد اليوم فساد ليش يسموه فساد فساد في كل المفاصل الدولة يعني يوم عني شخص فاسد وأعرفه بمنصبة وأبقيه بالمنصب بالضبط أحسنتي هذا الجانب طبعاً هنا لديه أوضح نقطة كل الأحزاب العراقية الإسلامية والليبرالية والعلمانية تتحمل هذه المسؤولية أنتو هذا خلوه وزير النفط علياً 68 قضية وأنتو ساكتين عليها ويرفع إيده ينزل إيده كله بها فساد هذا جزء من منتجاته أنا أعتبر هاي الفضيحة وجوده بالسلطة أكبر من هاي الفضيحة الدنحشدية لأنه رح يولد كذا فضيحة إذا سنفتح ملف الغاز والعقود السواء الغازية والله تبتون على هاي العقود سببه شنو الفساد الإداري خطير الأحزاب الآن ملتهية